عباس محمود العقاد ماذا تكتب يا ليث؟ قلت للتو أنك انتهيت من حل واجباتك ليس واجبا يا هاني بل أنني أعد حلقة جديدة كما تمنى لو كنت أستطيع تنظيم وقتي مثلك قل لي كيف تنجز الكثير في وقت قليل؟ هذا لا شيء مقارنة بالشخص الذي أعد حلقة الجديدة عنه ماذا؟ أعتقد أنك تبالغ أنت طالب في المدرسة وعندك قناة ومتابعين وتصنع فيديوهاتك الخاصة يخزي العين كم أنت موهوب ماذا لو قلت لك أنني أعرف شخصا نظم هذه الأبيات في الحساب والجغرافيا وهو في العاشرة من عمره علم الحساب له مزايا جمة وبه المرء يزيد في العرفاني وكذلك الجغرافيا تهدي الفتى لمسالك البلدان والوديان وهو في العاشرة من عمره؟ أليس من المفترض أن يكون من معجبي سبونج بوب في هذا السن؟ ليس عباس محمود العقاد فقد كان أديباً وشاعراً وفيلسوفاً وسياسياً ومؤرخاً وصحفياً وراهباً محراباً في الأدب واو، كل هذا؟ بل أكثر فقد كان له أثر كبير في كل ما يدين الأدب العربي الحديث حيث ملأ الدنيا بالإبداع الفكري والعلمي لا بد أنه ولد منذ زمن بعيد جداً فكل العلماء القدماء خارقون بل ستستغرب أنه لم يولد منذ زمن بعيد جداً فقد ولد بمحافظة أسوان في الثامن والعشرين من شهر يونيو لعام 1889 يعني لم يمر على ميلاده حتى مئتي سنة لا أكاد أصطق ظننت أن كل العلماء العرب ماتوا منذ قرون بعيدة إذن لن تصدق أنه كان يذهب إلى المدرسة الابتدائية مثلنا تماماً لكنه اكتفى بها واعتمد العقاد على الدراسة الذاتية رائع إذن صحيح ما يقولونه لا حاجة للشهادة الدراسية لتحقيق النجاح مثل مارك مخترعي فيسبوك والعقاد لعلمك يا هاني مارك كان يحصل على علامات كاملة في أصعب الامتحانات الجامعية ولم يترك دراسته الجامعية حتى تأكد من أن شركته الناشئة فيسبوك تحتاج إلى متابعة دائمة منه وكانت بالفعل تدر عليه الأموال أما العقاد فصحيح أنه لم يكمل دراسته لكنه جمع أكثر من 30 ألف كتاب في مكتبته فقد كان قارئاً مميزاً ذكرني الآن أين وصلت في حل الواجب؟ لا تضحك علي يا ليث سأحاول أن أجتهد في دراستي إذن لكن عندي سؤال هل كان يستطيع العمل من دون شهادة دراسية؟ لقد عمل العقاد في العديد من الوظائف الحكومية ولكنه لم يجد تلك الوظائف مسكناً لأدابه وإبداعه لهذا لم يستقر فيهم كثيراً فيما بعد تجه إلى العمل الصحفي فعمل بجريدة الدستور كما أصدر جريدة الضياء وكان كاتباً مشهوراً في العديد من أشهر الصحف والمجلات يبدو أن حياته كانت موهوبة للأدب والكتابة أصبت جداً حيث أن عباس محمود العقاد كان مهتماً بالأدب والكتابة لدرجة كبيرة جداً ساهم اهتمامه الكبير في أن يكون أحد مؤسسي مدرسة الديوان التي عنيت بالنقد في العصر الحديث والتي كانت أول الخطوات نحو طريق تجديد الخيال والصورة الشعرية والتزام الوحدة العضوية في البناء الشعري وما سبب تسمية هذه المدرسة باسم الديوان؟ سؤال جيد لقد سميت هذه المدرسة بهذا الاسم نسبة إلى كتاب الديوان الذي ألفه العقاد والمازني في عام 1921 من الجدير بالذكر أيضاً أن العقاد أنشأ صالوناً أدبياً في بيته في أوائل الخمسينات حيث كان يجتمع المفكرون والفنانون المصريون من أصحاب الأدب البارز في كل يوم جمعة ويطرحون معاً مواضيع متعددة مثل الأدب والعلوم وغيرها ليت كان لنا نصيباً في مجاورة هذا الكاتب يا ليث لعله علمني كيف أنظم جدولي على الأقل أصبت؟ الآن سأحدثك عن مؤلفاته الرائعة لقد تعددت كتبه المئة ومن أشهرها العبقريات بالإضافة إلى العديد من المقالات التي لا يمكن حصرها أما من ناحية القصص فقد قام بكتابة قصة واحدة وهي سارة أسمعني بعضاً مما كتب يا ليث لقد أصبحت متشوقاً لسماع المزيد عنه يقول العقاد فيما يخص القراءة القراءة وحدها هي التي تعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة واحدة لأنها تزيد هذه الحياة عمقاً وإن كانت لا تطيلها بمقدار الحساب كما وقال ليس هناك كتاباً أقرأه ولا أستفيد منه شيئاً جديداً فحتى الكتاب التافه أستفيد من قراءته أني تعلمت شيئاً جديداً هو ما هي التفاهة وكيف يكتب الكتاب التافهون وفيما يفكرون ويعطينا العقاد حكمة ثمينة بقوله كم من كلمات على ألسنة الناس بلا معنى وكم من معان في أفكارهم بلا كلمات هذا رائع يبدو أنني سأستضيف صالوناً أدبياً في بيتنا برعاية كتاباته إذن إليك بعض المقترحات ديوان عبر سبيل ديوان وهج الظهيرة كما يمكنك البحث عن مؤلفاته الخاصة بالشخصيات والمؤلفات الأدبية والسير الذاتية والنظريات والمذاهب المتنوعة وعلى الرغم من أنه توفي عام 1964 في مدينة القاهرة إلا أنه ترك إرثاً ثقافياً أدبياً وعلمياً رائعاً سوف يخلد إلى أبعد الحدود صدقت أما الآن فقد ألهمتني وزدتني تشجيعاً للدراسة لكي أنهي كل هذا ثم أذهب للعب يا إلهي كل هذا الحديث عن الإنجازات وتنظيم الوقت ولم تتعلم شيئاً؟